صبر الموظفين في القطاعات العامة بصنعاء يكاد يمثد نتيجة ممارسات الميليشيا فتداعيات انقلابها على الدولة وصلت إلى المؤسسات الحكومية على شكل مظاهرات واحتجاجات خرجت للتنديد بممارسات الميليشيا في المؤسسات الحكومية ففي وزارتي التعليم العالي والأوقاف نفذ العديد من الموظفين اعتصاما مفتوحا للمطالبة بحقوقهم المادية ومكافحة الفساد ووقف العبث والضرر بالموظفين والطلاب الدارسين في الخارج هذا الاعتصام جاء تزامنا مع احتجاجات اخرى ينفذها العديد من الطلاب في دول روسيا وماليزيا ومصر وغيرها حيث اعتصموا للمطالبة باعادة مستحقات 800 طالب كانت قد اسقطتهم الوزارة بدون اي مبرر الى ذلك نفذ موظف وزارة الاشغال العامة والطرق مظاهرة طالبوا فيها الميليشيا بتسليم مستحقاتهم المالية التي تحاول مصادرتها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي تأتي هذه الاضرابات في ظل حركة شلل شبه شاملة تسود معظم المؤسسات والوزارات بالتزامن مع مظاهرات عدة رفضا لمحاولة الميليشيا تجهير موارد مؤسسات الدولة لصالح المجهود الحربي